موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أيها السيد الكريم شيخ خالد بن تونس أيها السادة الكرام أيها السيدات الفضليات السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته ما أسعدنا بهذا الملتقى ملتقى زرع الأمل ما أسعدنا بلقاء المحبة والوفاء والمودة والصفاء ما أسعدنا بمجالسة أهل السماحة والسخاء يسعدني أيها الإخوة المستمعون الكرام أن أتقدم إليكم بهذه العبارات التي يفرضها الواجب علي واجب رد التحية بمثلها حينما قبنا بجولة عبر هذه الربوع الطيبة من مدن مستغانم ووهران وتلمسان وغيرها خلال شهر جوان منصر ورأينا منكم أحبتنا ومن كافة إخواننا حيثما حللنا حسن الاستقبال وكرم الضيافة وأحسسنا حقاً بصدق العواطف ونبل المشاعر ومن قبل ومن قبل هذا بعثتم إلى ربوعنا نخبة من مريديكم أيها الشيخ الكريم نخبة من مريديكم عبر قافلة الأمل فكانت لكم خير سفير لنشر القيم الروحية ومد جسور الإخاء والتسامح والتعارف والتعاطف أعانكم الله لتكونوا عند مستوى مكانتكم المرموقة ومسؤوليتكم العظمى ندو الله لكم ولكل من قلده الله هذه المسؤولية الروحية التربوية أن يسدد خطاه ويثبتها على نهجه ورضاه وندوه مخلصين أن يجمع بالتسامح والحب بين قلوب بني الإنسان جميعا أيها السادة تذوقوا معي حلاوة هذه العبارات التي كتبها الكاتب القدير خالد محمد خالد الجاذبية جاذبية عماد الكون السماوات والأراضون الشموس والكواكب والنجوم والأفلاك جميعاً كلها شاد الله بناءها وشد أزرها بالتآلف والجاذبية حتى الأضاد يجعلها تعمل معاً وكأنها شيء واحد لا أضاد مختلفاً تبين الإنسان أن الحب قوام طبيعته وجوهر طينته وأنه خلق ليحب ويحب ليألف ويؤلف وعرفت البشرية الحق وفتحت بصرها عليه حين عرفت أن الحب يعني بالنسبة لها ما تعنيه الحياة ذاتها وحين أدركت أنه للوطن ولا اللون ولا الدم ولا أي شيء في الدنيا من حقه أن يدفع بالمحبة إلى الوراء ونحن أبناء هذا العصر السعيد سنشهد ليلة الكراهية يقترب من فجره أقول سنشهد لا بل نحن نشهد فعلاً ولا تحسبن هذا إغراقاً في التفاؤل بل هو إدراك لحقيقة تستع سطوع الشمس انتهى هذا ما قرأه خالد محمد خالد ويمكن أن يقرأه الجميع من آيات الله الكونية المجلوة كما نقرأ من آياته المتلوة في كتابه العزيز يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلاكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير هذا وغرضي من بحثي الذي بعنوان المصاحف العثمانية والأحرف السبعة أن أؤكد لكم أيها السادة أن المصاحف التي تحتوي بين دفتيها القرآن العظيم أنها وبدون أدنى ريب تحتفظ على ذات القرآن الذي نزل به الروح الأمين على قلب محمد عليه الصلاة والسلام ولا يزال محفوظاً من أي تبديل أو تغيير أو نسخ أو زيادة أو نقصان لا كما يفهم من عبارات بعض من كتبوا عن الأحرف السبعة والمصاحف العثمانية فما هذه الأحرف السبعة سنعرفها بعد أن نستمعي الحديثين النبويين التاليين الحديث الأول روال بخاري عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيدت أساوره أي أواثبه أهجم عليه في الصلاة فكيدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم ثم لببته أمسكه بلبته ثم لببته بردائه فقلت من أقرأك هذه الصورة قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له قلت له كذبت فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه الصورة التي سمعتك تقرأها فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أي لا غيره وأنت أقرأتني سورة الفرقان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله أي أطلقه أرسله يا عمر اقرأ يا هشام فقرأ هذه القراءة التي سمعته يقرأها أي لم يغيرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه وفي بعض الروايات أن رسول الله يسمع إلى قراءة عمر أيضا وقال هكذا أنزلت الحديث الثاني روى مسلم بسنده عن أبي بن كعب قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فانما قد الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأا فحسن النبي شأنهما فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية أي فوق تكذيبي في الجاهلية فانما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا أي خوفا فقال لي يا أبي أرسل إلي أن اقرأي القرآن على حرف فرددت إليه أن هو على أمتي فرد إلي الثانية اقرأ على حرفيني فرددت إليه أن هو على أمتي فرد إلي ثالثة اقرأه على سبعة أحرف ولك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخرت ثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم أي إلى شفاعتي حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان الحديثان الحديثان عينة من أحاديث كثيرة تنقدلتها كتب الحديث والتفسير وسائر مصنفات في علوم القرآن في هذا الشان يمكننا أن نأخذ من الحديثين السابقين جملة من ملاحظات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرأ أصحابه رذوان الله عليهم قراءات مختلفة وأنه أنكر بعضهم على بعض قراءة صاحبه وظن أنها كانت نتيجة سوء الحفظ كما نأخذ من روايتين أن القراءة كانت عن حفظ عن ظهر قلب فإنهم كانوا يقرؤون في أثناء الصلاة وأن الكل كان واثقا بجودة حفظه ويؤكدها تحسين الرسول قراءة كل منهم والتصويبها وأنها هكذا أنزلت فهي إذن من تنزيل الله على رسوله وليس ذلك الاختلاف في القراءات عن تبديل الرسول أو تغييره وإذا ما هي أوجه من القراءات بينها بعض الاختلاف لكنه ليس بالذي يفضي إلى التناقض كما يدل عليه واقع القرآن الكريم على اختلاف القراءات المتداولة ويفهم من الحديثين مدى ضبط الصحابة لكتاب ربهم وعدم التسهل في تغيير شيء منه ويكفي شاه على ذلك غضب عمر على هشام بن حكيم وتلبيبه بردائه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرى من مفيد أن أنبه إلى أنه لم يقصد من أحرف السبعة بعض حروف الهجاء فالقرآن الكريم نزل باللسان العربي مشتمل على كل حروفه كما أنه لا يجوز أن يفهم من أحرف السبعة المذكورة في الحديث القراءات السبع وقد اشتبه هذا على بعض عامة الناس فنبه عليه العلماء وحذروا من الاشتباه بها ما الحكمة من نزول القرآن على السبعة أحرف إن المقصد الأسمى والحكمة البالغة من نزول القرآن على هذه الأحرف هم التيسير على الأمة المسلمة على اختلاف أجناسها والتخفيف عليها ليتسنى لكل مريء مسلم أن يقرأ القرآن بما يخف على لسانه من هذه الأحرف ففيهم الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ والفاني الذي لم يقرأ كتاباً قط ثم إن الأنبياء عليه الصلاة والسلام كان كل منهم يبعث إلى قومه بخاصة أما خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم فقد أرسل إلى الناس جميعاً من أهل زمانه إلى أن يرسل الله الأرض ومن عليها قال تعالى وَمَا أَرْسِلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وقال تعالى وَمَا أَرْسِلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ثم إن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لهجاتهم شتى فيأسر على أحد من يتحول عن لهجته إلى بعد طول رياضة وعناء فكيف بمن وراء العرب من الأعجام الذين هم أمم شتى لا تكاد تعد أو تحصى فلكلف بالقراءة على حرف واحد إن كان ذلك ضرباً من التكليف بما لا يطاق والله تعالى يقول لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ما تأويل العلماء لهذه الأحرف السبعة قد اختلفوا في تأويلها اختلافاً كبيراً وتباينت آراؤهم لأنه لم يرد عن الرسول تفسير لها فلم يكن ثمة طريقاً لهم إلى تأويلها إلى الاجتهاد فبلغت نحو من أربعين قولاً فيما ذكره بعض المصنفين ونكتفي بذكر رأي الإمام الرازي في تأويلها الذي وفقه عليه كثير من علماء قال إن المراد بالأحرف السبعة الاختلاف في أمور سبعة ألف اختلاف الأسماء إفراداً أو جمعة مثاله قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعادهم راعون وقرأ والذين هم لأمانتهم وعادهم راعون با الاختلاف في التصريف الأفعال مثاله قوله تعالى ربنا بعد بين أسفارنا وقرأ ربنا بعد بين أسفارنا جيم الاختلاف بإبدال حرف بحرف أو كلمة بأخرى مثال إبدال حرف بحرف قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشيزها وقرأ وانظر إلى العظام كيف ننشرها ومثال إبدال كلمة أخرى قوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش وقرأ بن مسعود كالصوف المنفوش دال الاختلاف بالتقديم والتأخير مثاله قوله تعالى فيقتلون ويقتلون وقرأ فيقتلون ويقتلون وقوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق وقرأ وجاءت سكرة الحق بالموت ها الاختلاف بوجوه الإعراب كقوله تعالى ذو العرش المجيد وقرأ ذو العرش المجيد بكسر الدال في القرأة الثانية واو الاختلاف بالزيادة والنقص كقوله تعالى والليل إذا يغشا والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر وننثى وقرأ والليل إذا يغشا والنهار إذا تجلى والذكر وننثى إن سعيكم لشتاء عفو الشيخ المحترم خمس دقائق شكرا زي اختلاف اللهجات بالترقيق والتفخيم والإظهار والإدغام والإيمالة وعدمها وهو كثير جدا في قراءات القراء وبين بعض رواتهم انتهى مع شيء من الاختصار وهذا الذي نقل عن الإمام الرازي في هذا الشان مبني على رأي جماعة كبيرة من علماء من أن الأحرف التي أخبر الرسول أن القرآن أنزل عليها محصور حقيقة في العدد سبعة فاجتهدوا وتكلفوا فاختلفوا أما على رأي من يذهب إلى أن عدد السبعة الميقصد به الحصر وإنما قصد به التكثير فالأمر عنده يسير وبهذا يفهم أن القرآن يقرأ على وجوه كثيرة كما ورد في بعض ألفاظ الأحاديث السابقة وأيما كان الأمر في حقيقة وراد رسول بهذه الأحرف فإن الخلافة في تأويلها لا يضر ولا دعي لترجيح هذا على ذاك المحور الثاني من هذا البحث تحقيق الأمر فيما إذا كانت المصاحف العثمانية رسمت على كل أحرف السبعة أم بعضها فقط القضية لو نظرنا إليها نظرة موضوعية مجردة لألفينها أبسط مما تصور الكثير وأوضح إذا أزلنا عنها غبار شبهات الذي تساقط عليها وأرى أن نقطة الانطلاق في معالجتها هي أن نتذكر ولا ننسى أن الأصل في رسم القرآن بقاؤه على ما كان عليه أول مرة فقد وثق بكتابته بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة على حفظه في الصدور كما أنزله الله وتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أخذه صحابته ثم وثق في عهد أبي بكر مجتم على كافة الأحرف السبعة كما صرح بذلك ابن الجزري في كتابه مجر المقرئين فرسمها إذا على السبعة أحرف إن هو الأصل الذي لا يحتاج إلى دليل وبينما دعوة رسمها على بعضها قد يحتاج إلى دليل بل يعارضه ما لا يكاد يحصى من أدلة والبراهين وهنا أجدوني مضطرا لأقفز على ما ذكرته من الأدلة لأخلص إلى الخلاصة خلاصة البحث أعترف أنني طرقت موضوعا شائكا وأنني سلكت مسلكا وعرا واختحمت بحرا لجيا وما دفعني الخوض فيه إلى حب الاطلاع والازدياد من معرفة ورجاء التوفيق من الله إلى الإسهام في إضاح جوانب من هذا الموضوع وإبعاد بعض التهم وشبه التي قد تنسب المصحف الشريف وإلى صحابة رسول الله بسوء الفهم لما عملوه ومن الذي قصدوا إليه لقد نال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ومن معه من صحابة رسول الله شرف جمع الناس على المصحف الإمام والمصاحف العثمانية بغاية التوفيق لكتاب الله والذي انتهت إليه قناعتي بعد طول بحث وتفكير وإجارة النظر في الموضوع مرة بعد مرة قد امتد لسنين أن الإمام عثمان رسم المصاحف مجتملة في مجموعها على كل الأحرف السبعة وأنه لم يقصد بحرقه لما عداه من المصاحف إن صح هذا وأنا استبعدوا يعني استبعدوا الإحراق وإنما مح مصحفه وأمر بمحو سائر المصاحف التي بأيدي بعض الصحابة لم يقصد إبطال القراءة على الحروف ستة كما فهم الكثير وإنما أراد وهذا بيت القصير في الموضوع أن يجمع الناس على مصحف كتبه جماعة الصحابة وثقة به أعظم من ثقة بالمصاحف الشخصية التي لا يعصم صحابها من الخطأ والوهم أو إثبات قراءة شادة وبهذا قطع دابل الخلاف وانطفأت الفتنة وسلم كتاب الله العزيز من أن ينسب إلى أفراد كما قيل في الإنجيل إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقة وإنجيل يوحن وإنجيل برنابة وسوف تفنى الصدور التي حفظت القرآن صدراً بعد صدر وسوف تبلى المصاحف التي خطت بالأيدي أو طبعت مصحفاً بعد مصحف ولكن سوف يبقى كلام الله غضاً طرياً عبر العصور تتناقله الأجيال جيلاً بعد جيل يحفظه المسلمون من كل جنس وقبيل كما حفظه الرسول والصحابة من قبل وسيبقى القرآن الكريم مظهر من مظاهر رحمة الله للعالمين وحجة على الخلق أجمعين ولن يزال هذا القرآن ينبوع الرحمة ومصدر الحكمة وسيبقى أبد الآبدين نوراً يملأ هذا الكون الفسيح فإذا تلاطمت أمواج الظلم والاعتداء والفتن ودلهمت الدنيا وكفهر جوها بغبار البغضاء والإحن وانتشرت الرذيلة وتراجعت الفضيلة فإنما ذلك بنبذي الناس كتاب الله وراء ظهورهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وما ربك بظلام للعبيد فعلى الإنسانية أن تعود إلى كتاب ربها بإقامة حدوده والعمل بأحكامه ففيه الرحمة وفيه النجاح وفيه الشفاء من كل داع نتوجه إلى الله مخلصين أن يجمع بالمحبة بين القلوب وينشور الأمن بين كافة الشعوب ويجنبها ويلات الحروب قد جاءكم من الله نور وكتابه مبين يدي به الله من التبع رضوانه سبول السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويديهم إلى سرات المستقيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله الحاجب بكير أرغب بكير أرغب بكير أرغب بإذنه أرغب بإذنه أرغب بكير أرغب بإذنه أرغب بكير أرغب بإذنه أرغب بكير أرغب بكير أرغب بكير أرغب بإذنه أرغب بإذنه اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة